اشتركوا في القناة جمعية صناعية لتثمين منتجة البحرية بوجدور هذه جمعية لتأست يعني بعد الانطلاق اللي عرفها ميناء بوجدور واللي عرفت خلق مجموعة من المشاريع الاستثمارية اللي مدينة بوجدور في حاجة إليها وهي 18 وحدة وحدة صناعية وكونا هذه الجمعية في إطار تنسيق العمل بين الفاعلين الاقتصاديين والوزارة الوصية وحتى تكون الأعمال يعني جميلة الوزارة كلها منصبف هدف واحد بالنسبة القطاع الصيد البحرية اللي احنا مثله مثله صناعيين في بوجدور كما تعلمون بوجدور هي مدينة يعني سقيرة ومدينة تعرف نمو ديمقرافي كبير وفرص العمل غير متوفرة بصفة نهائية يعني نظرا للدولة ما يمكن لها تستوعب هذه الشباب كله إذا لا بد من استثمار احنا في إطار الجمعية كان عندنا برنامج مسطر للنهوض بإقليم بوجدور وخلق استثمارات كبيرة ولكن كان الحقيقة إكرهات اللي هي كبيرة اللي يعني لا يسعوا المجال لذكرها جميعا ولكن لا بد من الطرق لبعضها بالنسبة المشروع الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية هو جف واحد الفترة اللي احنا متعطشين له لتنمية هذه الأقاليم وفعلا كانت مشاريع كبيرة الدولة دارت مشاريع في قطاع العام اللي دابت تنفذت تقريبا 90% الحمد لله راتشوفها في المنطقة كلها لا لعيون لا بوجدور للداخل ولكن القطاع الخاص اللي هي 71 مشروع اللي شرف سيدنا الله ينصره على عرضة بين يدي صاحب الجلالة في العيون لم ينفذ أي مشروع لماذا هذا السؤال موجه لإدارة احنا في قطاع السيد البحري احنا كنا كان عندنا مشاريع من بين المشاريع بوجدور كان عندنا مشروع كبير هائل من بين المشاريع اللي يعني حظية بالشرف يعني مصادقة عليها أمام جلالة الملك واعتبرناه ورش ملكي وفعلا هو مشروع كبير اللي كان غادي يخدم واحد ثلاث الاف عامل مباشر يعني هذا مشروع اللي هو كبير ولكن بعد إنجاز المشروع 90% تقريبا وقفنا لأن ما عندنا ما اعطوناش حق الولوج إلى المصايد وبالتالي ما يمكن المعمل يشتقل ما هو إلى يعني كان عندك أكسي على رسورس هذا مشكل كبير وبالتالي احنا رسلنا الوزارة مجموعة من المراسلات وكان وزير صيد البحري السابق وعدنا باش يعطينا يعطينا حصتنا من الولوج إلى المصايد ثلاثين الفطون ولكن كان أمور أخرى اللي احنا ما عرفنا اشنا هي وخصوصا احنا نسمى اسماء مسميتة الكاتبة العمل ويزارة صيد البحر يجبرنا مع كثير مشاكل وبالتالي وقفتنا جاء طلب عروض اللي هو عنا بيل دوفر في هذا المجال وشاركنا فيه وتختارينا من الأوائي رقم واحد يعني مشروع رقم واحد وإلى الآن لم يتم إجابتنا على هذا يعني ما جاوبونا واش مقبولين واش مرفوضين علما بأنهم عطاوا لاكور المجموعة من المشاريع اللي هي خارج بوجدور وهذا احنا نرفضه مرفوض يعني وبالتالي هذه تماشيا مع خطاب جلالة الملك في قدير 2008 لتثمين المنتوجات البحرية نخرطط مجموعة من الشركات في هذا في هذه المقاربة الملكية من أجل يعني تثمن المنتوجات البحرية بدل ان انبيعه السردين يمشي فارين مطحون قد نولوا انبيعه بواحد ثمن غالي اللي هو غادي يدخل واحد اللي عمره صعبا للمغرب كبير كبيرة وبالتالي وثانيا اللي هوفر واحد فرص الشقل فرص الشقل اللي هي كبيرة يعني عندما يكون مشروع يعني خدام يعني كل طون يمكن اللي يخدم لك ثمانية دي الناس ولكن يلا مشينا مثلا طحننا هات السردين فارين كيف اللي يديرين دابا في العيون وذالشي قد يخدم لك 0.08 يعني هم كان فرق كبير يعني هذا الخطط اللي مشات عليها الوزارة يعني مؤخرا كاملة احنا عندنا فيها مؤخذات وهي لا تتماشى ولا تتقاطع مع خطابات جلالة الملك ولا مع الرؤية السديدة لجلالة الملك التنمية هي لا قليم وبالتالي احنا اضطرينا عنها نوقف هذه المشاريع موقفة الان هذه المشاريع كلها لان ما عندها حق لاكسي على رسورس يعني ما عندها حق للولوج الى المصايد وبالتالي ما يمكن لك تعدى المشروع يعني ميزانيات كبيرة وتحرم من الولوج الى المصايد لا احنا احنا فاعلين في القطاع يعني عندنا مشاريع مثلا في الداخلة وامور اخرى ومشينا بلا ولوج للمصايد وكانت الامور ماشا عادية ولكن الان وقع واحد يعني عاد واحد خالق واحد اللي بيينك على المصاي على الاسماك وبالتالي مثلا كين ما يمكن لكش انت كأوزين هنا تخدم يعني مثلا عندك السلعة متوفرة السلعة غير متوفرة منين يجيب الحوت الحوت كي يشوفه قدامك كيخرج من مرصية وكيمشي لقادير وكيمشي لتطوان وكيمشي لعيون وكيمشي للمدن اخرى هذا مرفوض هذا يعني العرف المعمول به في المغرب هو يمكننا نصدر السلعة لمدن اخرى بعد ما تستوفي هايك المدينة اللي متوجهة فيها البقور يعني يخدموا جميع مصانعها هذا غير متوفر في بوجدور إذن هذا العرف متلى معمول به يعني أصبح هناك واحد اللوبيين اللي خدامين وهذا احنا ما غدين نبقوا ساكتين عنه لأنه هذا مشكل وهذا يأثر على الساكنة وهذا الساكنة الآن ما هي جابرة فاشتخدم يعني مشاكل الشغل أصبحت مرتفعة قباله وبالتالي لابد من أخذ بعين الاعتبار للمشاريع الموجودة محليا احنا الوزارة ما تواصلت معنا في هذا المجال على الرغم من أننا وفينا بجميع الشروط اللي طلبتها الوزارة إذن الآن نطلبه من السيد الوزير الجديد اللي نتمنى والخير منه وهو راجل يعني مشهود له بالصدق على أنه يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وعلى أنه ينصفنا مع الكاتبة العامة الوزارة الصيد التي أساءت للقطاع أساءت للقطاع في العيون أساءت للقطاع في بوجدور أساءت للقطاع في الداخلة يعني بهذه السياسات اللي ما تخدم المواطن ولا تخدم الوطن ولا تخدم حتى الوزارة بل هي تخدم أجنيدت أشخاص خاصين الله يعونهم احنا ما يعوننا ولكن ما يكونوا على حساب الساكنة